بجزء الأخير عدنا البيتا بلوكرز از كارديو فاسكولر دراجز عدنا الأريل أوكسي بروبرانول أماينز هذا الاسم نقدر نقسمه هذا الأريل تمام يعني مجاميع الأروماتية مش شرط نفس هذه المجموعة ما الثاني عقو أي مجموعة ثانية أي مجموعة هتروسايكليك عادي الأوكسي هذا الأوكسي بروبرانول هذا البروبرانول 1 2 3 الأماين هذا الأماين مالتنا هزا نثالف على هذا الستركتر شوية مع الأريل أوكسي بروبرانول أماين عدنا هاي المواقع أساسية لازم تكون موجودة الأو هنا الأو أتش والأنا أتش هاي ثلاث مواقع أساسية بعد شعدنا عدنا إنه الأو شنو شغلته يسوي أتش بوندينج ويقبل أتش بعد شعدنا مجموعة ما الأرايل قلنا ممكن تتغير مو شرط هاي نفسها فعقال لك variable with هترواتوماتيك رنجز هزيين شعدنا بعد الأو اتش أيضا أتش بوندينج هاي المواقع بالبروبرانول هذا الموقع هذا الموقع لازم ما يكون عليهم أي سبستيوشن أي مستبدل ممكن يقلل للأكتيفتي ما الأراي لوكسي بروبرانولا مايزا زيين الأن اسينشل على مود تسوي آيونيك بوندينج قلنا الأن وظيفتها شون تسوي تفاعل وانتراكشن وير ريسبتور عن طريق آيونيك بوندينج شو وقت تكون عليها؟ شو حنا الموجبة؟ لازم تكون النيتروجين سكندري زيين يبقى لنا بس المجموعة الار اللي بعد الان لازم يفضل تكون برانشن هالشكل شون هذا الايزوبروبل على مود يصير بيها فيتنج بالهايدروفوبك بوكتس أنا مو عندي بوكت هيتش يصير بالريسبتور حتى يكفي يصير بيه فيتنج بالهايدروفوبك بوكتس فيكون برانشنج فكاتب هنا بوث بنيفشر فيتس انهايدروفوبك بوكتس ماذا يبقى عنه؟ أمثلة يقول بيتا بلوكرز آز كارديو فاسكولر دراجز أدنا الاري لوكسي بروبرانولوماينز أمثلة عنها أول شي لبروبرانولول نجنرال أخذنا هذا الأرايل نفس الحلقة اللي كانت تحت الأوكسي بروبرانولول واحد مين ثلاثة ليش بروبرانول ليش أول يم بيكحول منا؟ وهذا الأماين مالتني الان ايتش مرتبط بيه هذا الستركتر كليته أول مثال البروبرانولول الانديرال شي يشتغل بيتا وانو بيتا تو انتاغونيست استركتر مالته نف ثالين هياته وهذا البروبرانول هياته والانديرال واللي مرتبط بيه هذا شبيه؟ شغل ماته على البيته على وانو تو ما دام انتاغونيست يسوي برونكو كونستركشن فمن الطيل الاسماتيك بيشنت بيفت سي انا السايد افكت ليش؟ لأن ماكو شي هنا ماكو شي يخليه يكون يعني بولر ما بيه مثلا مجامع او اتش اضافية موجودة على الحلقات هنا حتى يكون بولر لذلك نام بولر فيقدر يخترق السي انا اس فيسوي لي سي انا اس افكت اللي من ضمن هنا الانيكزايتي وايضا الميقرين فقمنا نستعمله بعلاج هاي الشغلات القلق والشقيقة ثاني واحد الميتوبرولول الميتوبرولول بي من جوه طبعا هاي الحلقة الاراية اللي قلنا تقدر تتغير مشارط حلقتين فهنا حلقة واحدة بس بي منها بموقع بارا فت ستركتر هذا اللي موقع بارا يحتوي على او هاي الاو هيدروجين اكسبتر تقدر تقبل هيدروجين فهاش راح تسوي اتش بوندينج وي الريسابتر فهاش راح تفضل موقع رقم بيتاء فهذا راح اشتغل بس على بيتاء بيتاء وان فضل بيتاء وان ما دام بيها او موقع بارا فصارت بيتاء وان انتاغونست الهايدروجين بوندينج مثل ما قلنا اللي بسبب وجود هاي الاوات جوه خل انطاها بيتاء وان موقع بيتاء وان الا باقي الستركتر هو نفسه هذا البروبرانولول وهذا النايتروجين اللي هو العنمالتنا والتكملة زين التيميلول شنو يختلف عن البروبرانولول او الانديرال نفس الستركتر بس بمكان التو اللي هنا ثري وبمكان الحلقة ما النف ثانين اللي هناك عدنا هيتيروسايكلكرينج هاي هيتيروسايكلكرينج يعني بيها ن و اس داخل الحلقة تميلول استعمالاته بالغلوكوما يقلل الفرازات مالت العين هسا عدنا ملاحظة واحدة كلها نعرفناها بس ملاحظتنا عن وجود الميتوبرولول احتواء على الاو بالموقع بارا اللي خلتها بيتا وان سيلكتف ليش خلت بيتا وان سيلكتف هاي الاو؟ لأنه سوت اتش بوندنج وير روسبتر هذا الشرح مادتنا هاي الاو اللي موجودة بموقع بارا بالتيمولول بالعفوان ميتوبرولول سوت اتش بوندنج صارت اتش اكسبتر فصار بيتا وان سيلكتف بارا سبستيوشن اكسترا بوندنج انتراكشن لو كان بموقع ميتا هذا موقع ميتا اكو فرق ذرة واحدة بينه وبين الارتباط ما راح يسوي بوندنج راح يكون بعيد عن الريسبتر فماكو اي بوندنج بس بارا هو المفضل بالنسبة للريسبتر هو اللي يسوي اتش بوندنج وهذا البوندنج فادنا انه سوانه سيلكتف على البيتا وان ريسبتر بالنسبة للميتوبرولول البيتا وان بلوكر ارتباطيته اقوى بالريسبترات اللي هي البيتا بالقلب اكثر من ارتباطيته بالبيتا اللي بغير تشوز وثيوريتيكالي سيكون بيتا وان بلوكر برونكايتس او برونكيال اسمة اذا ما اشتغلط على البيتا 2 بس على البيتا 1 سيلكتف نقدر نستعملها جماعة البرونكايتس وبرونكيال اسمة الأتواندج الثاني ما لتنا شد بي بيوبسنس او بلوكاج وشكور بيتا 2 رسيبتر بيليات فازو داليتيشن يعني ما تبلك البيتا 2 رسيبتر حتى ما تسوي فازو كونسركشن لاني البيتا 2 بطبيعته يسوي فازو داليتيشن انا اذا جيتو بلكته راح يسوي عندي فازو كونسركشن فلازم ما ابلك البيتا 2 حتى ما اصعب ضغط الكارفيدلول هو صحيح اسمه كارفيدلول قريب على كلمة كارديو أو قلب يوحي لك بأنه هو سيلكتف بس الكيرفيديلول مو سيلكتف يشتغل على الألفا والبيتا بلوكرز زين فهذا ثيرت جنوريشن بيتا وان بلوكرز بير ان اكستنت ان سبستيونت يحتوي على سبستيونت اضافي على الان اكت از اناغونست يشتغل كانتاغونست للبوث الألفا والبيتا وان ادرينو سيبترز ان اظهرت demonst Tin To Treat Cardiac Failure With Vasodilating rules يعني الواحد عندي hypertension وكارديك ايس الوقت يقدري اياخذ كارفيديلول راح يشتغل على hypertensive وراح يشتغل على الكارديك فيليير لان نفس الوقت ألفا جماعة الanes وبيتا جماعة الكارديك بيتا بيتا بلوكينج اكتيفيتي هي عشرة الى مية ضعف اكثر من الألفا بلوكينج اكتيفيتي بالنسبة ل類ه الكارفيديول ما ستجعله يكون يشتغل أكثر على البيتا الرينو سيبترز ستسوينا هايدروجين بوندنج جروب فتسوينا انتراكشن أكثر ويا البيتا وان هذا سبب انه كون عشرة إلى مئة ضعف شغال على البيتا أكثر من الألفة وهذا الاكستندد بوندنج صار هنا ورا النيتروجين لقينا اكستندد بوندنج وليقينا حلقة أروماتية مثل ما شرحنا قبل راح تزيد فعاليته على البيتا بين أون ألفا الدوبامين الدوبامين يعني يشتغل على الدوبامينيرجيك نيورونز بالنسبة للنورمال أكو بالانس بيناتهم بالنسبة للباركنسون تلقى الدوبامين قليل فيشتغل منهم مكانة الأستايل كولين يصير أكثر هذا الاستركتشور ما الدوبامين ما بيشي عندنا الأيجنس اللي تستعمل بالتريتمة من الباركنسون ديزيز الليفو دوبا الدوبا أو الليفو دوبا نفس شكل الدوبامين بس إنه عندنا هنا COOH تمام؟ هذا شكل الدوبامين نفس الشكل بس أكو COOH الليفو دوبا يقدر يعبر للسيان اس والدوبامين ما يعبر البلود برين برير زيان؟ هاوهور سيغنيفكينت أمونس أوف الليفو دوبا كان بي ديكاربوكسيليتد طب اللي يدخل بي 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 بيرير توكروس دي بي بي بالبريفري بالتشوز يتكسر هادا الليفو دوبا زيان؟ شون الحل هاي المشكلة؟ This can be prevented by co-administration with the carboxylase inhibitor أمنع هاي الكاربوكسيليتشن اللي يدخل يعني أنطيوية كاربي دوبا الكاربي دوبا ديكاربوكسيليتد يمنع تحطينه بالبريفري حتى يوصله للبي بي بي وهناك راح يصير لكاربوكسيليتشن أو ديكاربوكسيليتشن ويرجع إلى الدوبامين هذا الدوبامين أين جاي من التايروسين حتى نذكر شلو نصار الدوبامين حتى تلكم هاذا الستركتر الهنا يصير بThyricin Hydroxyles هاي شي وإضافة لمجموعة هايدروكسيل بعد يجي الدوبا ديكاربوكسيليز دوبا ديكاربوكسيليتشن دوبا ديكاربوكسيليتشن وظيفة يشي للهاي CO2 فيصير دوبامين هنا تكون الدوبامين أحنا هادا اللي ريده الدوبامين راح يروح يشتغل على مشاكل الدوبامين نفسه احنا عدنا وشي ليفو دوبا مشاكله انه بتشو يتكسر كذلك بالجي اي تي تراكت فراح يطينا اندزايرابل سايد افكت اذا انطينا ويا كاربي دوبا راح يقل تكسير مادة بالجي اي تي ورح يقل ايضا تكسير مادة بالبيروفرالتو شو فتقل الاندزايرابل سايد افكت قلنا كاربي دوبا هذا الاستراكتر مالته ايضا يشابه الدوبامين بس الفرق انه عدنا ان ايش ايش تو وهنانا سي ايش ثري دوبا شنو الميتابولوزم مالته شون يتكسر راح يصير دي كاربوكسيليشن هو الشي هاي سي او تو تنشال شوف نانا رجعت اتش ب اتش رجع دوبامي ورا دي كاربوكسيليشن بعدين اما بالماو وماخذيها شلون يصير له انو الان اش تو تنشال صير مكانها دبل بوينت او هاي الميتابولوزم مالماو او بالكومت وقلنا الكومت هو ايجيب او ات او سي اتش تري ويضيفها مكان ال او اتش هاي ال او سي اتش تري صارت مكان ال او اتش في بالماو بي هنانا بالسنترالي زيان وبالكومت هنا بالبريفري احنا تكون كملة الملزمة